يقول أنا على وضوء وكنت أمشي في الطريق فمر كلب ومس سروالي يقول فقسلته سبع مرات هل فعلي صحيح و صليت بعد طبعا صليت يقول هل فعلي صحيح أبا نذير بارك الله فيك و رضي الله عنك إذا كان الكلب قد مس سروالك وأنت ذاهب إلى الصلاة بحيث لعق سروالك و ظهر أثر سؤره يعني لعاب الكلب على سروالك فقد أحسنت حينما غسلته سبع مرات حينما غسلته سبع مرات و ذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه و آله سلم كما في حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا ولغ الكلب في إناء حدكم فليغسله سبعا ولهن بالتراب ولهن بالتراب والحديث له روايات و العلماء كثير من أهل العلم ذهبوا إلى أن هذا يشمل كذلك اللباس كذلك اللباس يغسله سبع مرات قالوا لأن غالب الكلاب تلغ في الآنية تلغ في الآنية فإذا يعني لعق سروال أو ثوب شخص يغسله أيضا سبع مرات أما يا أبا نذير إذا كان مر بك ومسك من دون لعق يعني شعر الكلب جاء على سروالك أو بنطلونك وهو ناشف ما في عرق فإن هذا لا شيء فيه هذا لا شيء فيه مع نجاسة الكلب لكن هذا لا شيء فيه ما دام أنه ما لعق سروالك ولا مس جلده سروالك أو بنطلونك والتصق من عرقه فإن هذا لا شيء فيه لأن الجاف على الجاف طاهر بلا خلاف كما يعبر الفقهة عن ذلك فهل أنت من الحالة الأولى أم من الحالة الثانية فإذا كنت من الحالة الأولى أحسنت وإذا كنت من الحالة الثانية أيضا أحسنت لكن لم يكن هناك داعي إلى غسله فتتعلم في المستقبل